اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واعلى الارتطاع الكبيرة يعني بيجيب الصغير وبيجيب الكبير للذهب الخام للعملات لأي اشي انت اي معدن موجود راح يجيب لك يا الجهاز طبعا الجهاز فيه اربع وضع للبحث بيجي بهذه الكارتون بيجي عنا الوضع الاول وضع جميع المعادن اي معدن شو ما كان المعدن موجود راح يعطيك عليه اشارة عنا الوضع الثاني ثالث الرابع كل وضع فيهم له حساسية معينة والصوت معين بيختلف لما انا اركب هذا الوضع طبعا الجهاز تقدر تلغي منه المعادن القابل للصدى مثل الحديد وما شابه تمام والمعادن الغير قابل للصدى اللي انها خلنا نتكلم نفس خصاص الذهب تمام الالمنيوم انحاس القصدير الفضة الذهب الذهب الخام الذهب المصنع كل هاي المعادن راح يبين لك ياه الجهاز راح يعطيك عليه صوت ولكن كل معدن منهم راح يعطيك له تردد مختلف على شاشة الجهاز يعني انا عندي مثلا عندي قطعة ذهب خام تمام هذا ذهب وهذا ايضا ذهب مصنع لكن تردد هذه القطعة بيختلف لانه هذا مو ذهب خالص مية بالمية وهو مخلوط تمام هذا بيكون ذهب طبيعي وذهب خام مية بالمية تمام ورغم ذلك الجهاز يعني خلنا نتكلم قد ما هي حساسيته عالي بيميز لبين هاي وهاي راح اشغل الجهاز وارجيكم موضوع الحساسية يعني انا الصراحة اللي عجبني فيه انه قطعة الذهب جدا صغيرة جسبر فوكس قطعة الذهب جدا صغيرة برغم ذلك الجهاز بجهاز بشكل كثير متاس طبعا حتى انهي الامكانيات الجهاز او الاوراق هذا كتلوج الجهاز مع ضمان لمدة سنتين من المصنع زي ما اتكلمت ووتر بروف بيشتغل داخل الماء بشكل كامل تمام استعماله جدا بسيط ما الو برمجة ما الو اشيء يعني الموضوع الاعدادات فيه جدا جدا سمبل في الجهاز في البداية بشغل الجهاز تمام طبعا فيه نظام معاير ارضي فيه كل اشيء انا رح اوطي شوي حساسية الجهاز ما رح اقدر ارفع حلال ماكس الاقصى شيء لانه طيار كهربائي تحت وفوقه من كل مكان فهذا مثلا الوضع الاول في الجهاز وضع جميع المعادن تمام هذا الذهب مساحة تكتير حلوة الجهاز هاذا هي المساخة هاي معاير بي طبعا لقطع الذهب صغيرة هذي بجيبها ايضا رح يجيب بشكل جدا ممتاز يعني خلنا نتكلم من 15 ل 20 سنة قاع بجيبها ومو عاملوا على الخل هذا على وضع جميع معادن طبعا هذا اصواتي للذهب وهذا هو صوق الحيل تمام طبعا جسبر طبعا الان انا لو بصور شاشة الجهاز تمام رح بورجيكم الذهب كان بيعطي على الذهب مثلا هذي شاشة الجهاز هذا الذهب اوكي بيعطيني هذا المؤشر تمام لو بدي اجرب على الذهب الخام رح يعطيني هذا الرقم لو بجرب على الحديث بيعطيني هذا الرقم تمام هاي ضمن الاوضاع طبعا فيه عندنا كثير سيتنج موجودة هون في الجهاز انا بقدر اعطيها مثلا عندي هون مثلا اول شي هيك واضحة بتوقع عندي هذي الغاء المعادن من اعفوا هذي الاوضاع هذا الوضع الاول بدخل على السيتنج الموجود تحت هذا الصوت الجهاز برفع الصوت مثلا عندي الثاني هذا معايرة الجهاز برفع وبنزلهم على تربة حتي يأخذ حساسية الارض الموجودة عندي الصوت زي ما ذكرت الفرقونسي هذي الموجة في الجهاز خلنا تكلم تقدر تخلي الجهاز على موجي يعني لو انا عندي جهازين سيمبليكس واثنين اشخاص بيشتغلوا فيه بتقدر تخلي مثلا واحد منهم على اف وان والثاني على اف تو او اف ثري كل واحد منهم على موجة مختلفة هذي اللي السماعات والربط والواي فاي كل هاي الامور هاي الاضاءة وفيه رجاج وفيه ايضا الاضاءة بالنسبة الوضوع بس الاضاءة او ارجيكم ياها هي الاضاءة هاي هو فلاش تمام موجود في الجهاز هذي هي الاوضاع طبعا فيه الوضع الاخير في الجهاز جدا ممتاز لو انا بورجيكم يا الان بحظات بس هذا الوضع الاخير رح او ارجيكم الحساسية القصوى لهذا الوضع تمام بالنسبة للذهب هذا الذهب تمام الذهب الخام تمام هذا الحديد الحديد ما رح يعطينا عليه اي اشارة تمام ما رح يعطينا هذا الغى المعادن ولكن بنفس الوقت جهاز فقط بيس ألغى المعادن ولكن بنفس الوقت حفظ على حساسية الجهاز بعض الاجهزة لما تلغي موضوع اللي خلنا نتكلم يصير فيها إلغاء الحصر لتردد في الجهاز بتنزل بينزل عمق الجهاز وتنزل حساسية وكل هاي المور جهاز سيمبليكس يعني خلنا نتكلم ما أثر في هذا الكلام هذا قطعة الذهب على وضع الالغاء ذهب الخام وهذه مساقة 20 صنع تقريبا هو أكثر حتى تمام هذا الذهب المصنع عن مساقة يبدو مبين في الفيديو هادي هي المساقة هادي هي تمام وبنفس الوقت ألغيت المعادن مثل الحديد وما شابه ما رح يعطينا أي إشارة عليها تمام هذا الذهب باختصار كان هذا طبعا لست فيه نظام نظام النقطة صفر تحديد مركز صفر لهدف يعني لو أنت مثلا هذا القطعة موجودة عندك وعطاك صوت الجهاز لكن ممبين وتقدر تضغط عليك لما توصل على منتصة الجهاز هذة القطعة رح بيعطيك صوت جدا عالي بتقدر تحدد وين مركز أو مكان القطعة بالضوت جهاز حلو عداداته سهلة زي ما شفنا الكواليتي كثير حلو للجهاز خفيف الوزن الأوبشن اللي فيه كثير من تطور حساسيته كثير عالية تغلب على كثير أجهزة موجودة في السوق وسعره مقارنة بالأجهزة اللي موجودة في السوق من نفس هاي الفئة جدا جدا ممتاز هذا شرح كامل لجهاز سيمبليكس أخوكم محمد من جولد الديتكتور يعطيكم العافية